بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة للبردة الحسنية الحسينية في متح آل خير البلية صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم النظم الشيخ صالح جعفري رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم أمن تذكور أهل البيت والحرمي بكيت دمعا على الخدين كالديمي أم حنت الروح للأحباب طالبة أهل الكمال لكي تحظى بقربهم نعم إجابة صدق للمحب لهم ولا جواب لمن يأمر ببوضهم فما عليك جناح إن شغلت بهم فحبهم نعمة من أعظم النعم أيحسب الغر أن الحب منقصة ما الحب إلا لأهل الذوق والحكم يا لائمي لا تلمني لست أسمع ما تلقيه وترك سبيلي نحو حيهمي لو لا هم مسرا سر وما جريت قلب أهل الردى إلا بحبهمي فكيف والمصطفى جد لهم وأب وهم صابحنا أكرم بجدهمي صلى الله عليه وسلم وأثبت الله في قلبي محبتهم فإنا لم تزل تربوا من القدم أتى كحالي فحبي للحسين بدا كذكر الحسن المشهور كالعالمي وللإمام علي ثم فاطمة وزينب ثم زين من حسينهمي وأخته من لها فضل وسيدتي نفيسة العلم ذات الحلم والكرم كذك حبي لمن عظمت مزيتها خديجة من لها سبق وزيدهمي وجعفان باخر نال لمكرمة ورحمة الله جاءت من خشوعهمي سكينة العلم تتلوهم عائشة وأنور ولمن قاموا على القدم محطني يا إلهي حبهم فغدا قلبي لهم مخلصا يجلى بذكرهمي إني محب لهم لله محتسبا ما دمت حيا بلا ميل لغيرهمي الفاصل الثاني في مدح آل بيت النبي العدناني صلى الله عليه وسلم فإن كل حبيب جاء قاصدهم لله حبا لهم تالله لم يضمي لو أخلص القلب للأحباب ما بقيت فيه الوساوس بالأغيار والظلم من لي بحب لهم من لي بطاعتهم من لي بوصل يداوي القلب من سقمي فلازم الحب واسكن في مواطنه وانهض لأهل الهدى تحظى بوصلهمي والنفس يصلحها ربي إذا دخلت في دار أهل الرضاكر بدارهمي فاصف لنفسك عم سوء الطريق ولا تركا إليها وعاديها بلا سلمي وراعها واشتهد في صرف شهوتها بالصوم والذكر فالشهوات لم تدومي كم نال بالصوم صوام وكم كشفت أسرار غيب لعبد قام في الحرم وخشى التكبر إن الكبر مهلكة وثلث البطن لا تشبع من اللقمين واستفرغ الدمع في حب الإله وفي حب النبي وحب لا لكل ميسا الله عيسى مرضي العم وخالف الخلق إن صدوك عن طرق بها صلاحك واحذر موضع التهم ولا تطع عبدا في الناس معتزلا وظن خيرا بأهل الدين والحكم أستغفر الله قد قدمت موعظة ولست متعظا فاعجب ولا تلومي أمرتك الخير فاسمع ما أقول ولا توافق النفس إن نادتك للغمم ولازم العلم واجلس في مجالسه لا تشتغل بحطام المال والنعم أفصل الثالث في متح المطهرين من الخبائث وعلمت نفسي إذ لم تات زائرة ضريح أهل الهدى والنور والهمام وشبدج الدوم وحشا وطوى على الطوى مهجة مملؤة الحكم صلى الله عليه وسلم ورودتهم ملوك الأرض بالذهب كيما يكونوا لهم طوعا لأمرهم فخالفوا أمرهم في كل معصية وجاهدوهم بلا عجز ولا سأم فالصبر في حسنين والحلم شيمته يكفي كما قد جرى من صلح جيشهم بالخلافة قد تمت كما وردت عن النبي وزالت بعد حكمهم صلى الله عليه وسلم فأقل خليقة في أيامي فودى كأنه حيضر في الناس كلهم دعا عنه مرسل وانسب له شرفا وقل له يا ابن خير الخلق والأمام صلى الله عليه وسلم فإنه بحر علم طاب وارده كم جاد للناس من علم ومن كرم وكل ما قلت من مدح سيدنا فإنه البعض مما فيه من شيم نبينا المصطفى قد كان يحمله وكان يسمعه من طيب الكلم وأكدت قصة الصبط الحسين لنا إخلاصه لإله اللوح والقلم وكيف أرضى حياة بعدما تكت أهل الإمارة شرع الله كالحرم محمد جده وهو ابن فاطمة صلى الله عليه محمد وأصله بضعة من صاحب العالمين هو الحسين الذي ضارت شجاعته لله حقا ولم يسخط ولم يلومي دعا إلى الله بالعزم القوي ولم يترك طريقة خير الخلق كلهم صلى الله عسى وكلهم شاهدوا حقا بأن له هذا الجهاد لأن الدين لم يقومي واقفون عن الدعوة لوقفته حتى دعا فدعوا حقا بجدهم فهو الذي قام بالدعوة لخالقه مع الذين رضوا أكرم بسعيهم منزون عن حضوذ النفس سيدنا لا يبتغي غير وجه الله ذلكرم وانسوا بنا المصطفى ذاتا لهم تثلت أمر الإله ولم تركني للسأم فإن جد حسين كان يخبرهم بالأمر فيما جرى فالحكم للحكم لو كنت تحزن يا هذا فقد حزينت أهل المحبة من عرب ومن عجم أو كنت تبكي فإن الأرض باكية مع السماء وما فيه من أمم عن الأعادي فلم تنفع لهم حين بوض حسين فضلوا عن نفوسهم لم تأتي قصتهم في قتل سيدهم إلا وكل الوراء أنه من الآلام كالشمس كان حسين في نظارته من التلاوة للقرآن في الظلم وكيف أبغضه والنار موضع من في قلبي آثر من بعض بوضهم فمبلغ القول هذا ابن فاطمة بنت النبي له العلياء من قدمي صلى الله عنه بمحمد أكرم به من شريف طابع صره أكرم به من حسين قام بالحرم كالزار والورد بل كالبدر طرعته فلا ظلام يرى إن سار بالحشم كأنه وهو في هذا المقام له من الجنود ملايين من العظم كأنما أحمد المختار سيدنا عند الحسين يرى للقلب فاغتنم لا مشهد فيه نوم مثل مشهدهم ولا ملوك لهم عز كعزهم أبان مسجدهم فضلا لمنكرهم كن فيه من قائم بالوعظ والحكم يوم أتى فيه مولانا الحسين هنا عيد لنا نعمة من واهب النعم وبات مسجده والكون أجمعه منور بقدوم السيد العالم والنار تحرق يوم الحشر قاتله وهنا قد رومي بالذل والنقم وما سمعنا ببيتنا لمكرمة كمثل بيتهم من سالف القدم فالصدق والحلم والإحسان شيمة والعفو والجود والإنقاء للذمم ظنوا بخالقهم خيرا وقد عملوا أعمل أهل الهدى حبا لربهم وقاية حب أهل البيت قاطبة من السعير فلا تركا لغيرهم ما سامني زمني سوءا وزرتهم إلا وقد زال ما قد كان من غممي ولا التمست غنى نفسي بحبهم إلا ونلت الغنى من سر نورهم لا تنكر السر في آل الرسول صلى الله عليه وسلم من نور جدهم جاءوا بسرهم وذكى أنهم مؤمنوا ووالدهم باب العلوم علي فارس الأمام وساء أهل التقاطرا بأجمعهم والمخلصين لهم ما قد جرى بهم كأن في كل قلب من مصابيم نارا وفي كل عين من دمائيم والجن ثرثي لهم حزنا وتمدحهم والأرض تبكي ومن بالحن والحرم عم الأعادي فلم تدرك بصائرهم مثقال ذرة نور من ضيائهم من بعد ما شهدوا أن النبي لهم جد وهم قطع من نور جدهم صلى الله عليه وسلم وبعد ما شهدوا قد حاربوا درارا موصولة بإمام الرسل كلهم صلى الله عليه وسلم حتى أتى الله بالنصر المبين فلا ترى الأعادي سوى ميت ومنهزم كأنهم في التولي أهل خيب ريذ كان الإمام علي في نحورهم نبذا لأعدائهم ترضى لهم ولهم يقالوا سحقا إذا جاءوا لمائهم الفصل الخامس جاءت من الله آيات مطهارة في آل بيت رسول واصل الرحم صلى الله عليه وسلم كأنما الشمس في أفق السماء إلها نور يضيء فلازم آية ذكرهم مثل الأحاديث جاءت ليس أحصر وضبط تنبع عن مقدار فضلهم أقسمت بالله أني لو حضرتهم لكنت طوعا لهم في كل أمرهم وما حوى الكون من عز ومن شرف وما حوى تمصرنا من حسن حسنهم تبارك الله قد أعطيتم نعما من الإله فأنتم مجمع نعامي وكم لكم من كرامات ومن حكم ومن فضائل لا تحصى لدى قلمي وأحيات الملة السمحة دعوتكم بالسيف والجد بل بالوعظ والكلم بعارض من علوم الشرع كما طلت نفائس الدر من يا قوت نطقيم الفصل السادس دعني ومتحي لهم دعني وحبهم وقف معي يعذوني عند بابهم الطاهرون وأهل الله من شهدت لقدرهم صورة الأحزاب بالعظم الله طهرهم من كل حادثة هم شمس دين فلم تدرك ولم ترمي هم الكرام فلا تنسى كرامتهم أيامهم أشرقت من حسن فعلهم أبناء فاطمة الزراء كم سعيدت بحبهم أمام أعظم بحبهم فالدر من حسن جاءت محاسن ومن حسين ضياء البرق في الظلم ماذا أقول ومتح الله يخجلني فيها الأتا قد أتا ينبي بقدرهم آية ربي بإخلاص لهم شهدت وأمنهم في جنان الخلد في نعم لم تأتي عندهم شمس شرابهم من سلسبيل فوى شوقي لشربهم دامت عليهم من الرحمن خالقنا دامت عليهم من الرحمن خالقنا في كل حين تحيات بخلدهم محكمات بأيدهم صيوفهم من الشجاعة والإخلاص والهمم ما حربت قط إلا كان خصمهم في أسفل النار في درك لدى إرمي ردت شجاعتهم قوما تحالبهم لدى حنين لدى محد وبدريمي أكرم بفاطمة الزراء سيدتي أكرم بأول من لحقت بخيرهم يحرر لها من البدر حب ويبضعته جاء بريحانتيه من عليمي فما تعد ولا تحصى فضائلها من الشموس التي في أرض مصرهم قرب بأعين والدها وكان له حب لها زائد في القدر والقيم فزينب بنتها تلك التي اشتهرت بالجود والحلم والإعطاء والكرم إن تأتها زائرا لله محتسبا منلت المراد بإذن الله فالتزمي كأنها جنة الخلد التي اتصفت بكل ما يشتهى من سائر النعم وكالصراط لا سير ومعدلة لا تعرف الظلم إن الظلم للظلم لا تحزن للأعادين توكذبا من بعد شهرتها فضر بقولهم الفصو السابع يا خير من جاءت الزوار قاصدة ضريحهم نحو مصر نحو مجدهم ومن هم من رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم ونهم نعمة من وايب الحكم صريت من بلد أسعى إلى بلد حتى أتيت إليهم في ديالهم وبت في جبل من بعده جبل أرجل إلى شهودا في جمالهم وأنت يا حسن يا رحمة ظهرت ويا حسين الذي بالذكر لم ينمي إليكم الجسم بالقلب العليل أتى فنظرة منكما تجلو من العتم وقدمتك يا قلبي محبة إلى الضريح فسلم عند بابهم حتى تنال من الرضوان غايته فهم كرام وإني من ضيوفهم خفضت كل جناح عند مشهدهم وزال كل جماح من مريدهم كيما أفوز بوصل منهم أبدا يا رب فمن على قلبي بوصلهم فحست من متحهم شأن أكون به لدى النبي قريبا يوم حشرهم صلى الله عليه وسلم وجل مقدارهم عما أتيت بي وإني جائل حقا بحقهم بشرى لزوارهم من كل ناحية بشرى وطوبى لمن يتون في الظلم لما علمنا لضلباري بحبهم جئنا إليهم وقدهمنا بمتحهم الفصل الثامن تابت نفوس الهوى من نور مشهدهم فيرجعون به عن سوء فعليم بازل سرهم يشفي محبهم حتى روه الهوى في حيز العذم ودوا لكل محب أن يكون على نهج الشريعة نهجا غير منفصم تنضي الليالي عليهم في حياتهم وامركوا بها أو في سجودهم كأن من ليه ضيف جاء عندهم يقرونه بتسابيح لربهم يجر دمعهم من فوق خدهم خطا من النور فيه خشية الحكم سبحانه من خوف من إله العرش خالقنا وكم لهم سادة حج على القدم حتى نحو مصر جاءهم زمرا أحبابهم من كهول معيالهم مكفولة أبدا أحبابهم بهم فهم كرام ومن يدري بهم يهم هم خير عرب وهم أهل العباء وهم أهل الفضائر في الدنيا على الأمم وسل جميع الوراء فليس ترى في الناس من مؤمن يهوى لبوظيم المصدر البيض في الكفار قاطبة ضربا على عنق ضربا على اللمم والكاتبون لقول الله في صحف والقائمون بدين طيب الشيام شاك وباك على أبواب مواجيلا أرجو القبول من المولى بجاههم تهدي إليك قلوب العاشقين لهم متحا بديعا فلازم ذكر مدحهم فإنهم عند ذكري في مدايحهم في حضرة المدح فاغنا من حضورهم طارت لهم كل روح كان مسكا وبقربهم أزلا في عالم القدم ومن يكون مبعدا فالآن مبتعد عنهم وليس له شغل بشانهم ولن ترى من محب غير منتفع بهم ولا من عدو غير منازم أحل حبهم قوما بذارهم فما تحن إلى الأبناء والحشم كم من مقيمين طول اليوم عندهم ذكر الجلالة يجري في لسانهم كفا كأنهم أبنوا فاطمة وبشروا بجنان في حديثهم واذكر خديجة لا تنسى فضى إلها جبريل بشرها بالقصر والنعم واذكر لفاطمة بنت الحسين كذا سكينة الحلم أسرع نحو حيهم كذا كتالية القرآن سيدتي نفيسة العلم ذات السر والحكم أذاك عيشة من بعد عيشة وكل سيدة في الحل والحرم واذكر لمريم من طابت سريرتها قد شرفت بخلود نحو عدنهم يا رب فرض عليهم دائما أبدا بحق طه وبالإسراء والقلم وافتح علينا بخير منك يا أمني بحق زين وزيد جعفر العالم وزدهم شرفا وامنحهم كرما ورقهم بدوام الخير والكرمين ورقهم بدوام الخير والكرم فصل التسع خدمتكم بمديح سادتي فخذوا عبدا أتاكم بدمع الذل والندم أطعت نفسي فقادتني إلى شاطة وجئتكم سادتي أسعى على قدمي فيا كرام لهم من ربنا شرف ويا أئمة أهل الدين كلهم ومن هم آل بيت جل في العظم الدين من بيتهم قد جاء للأمم إن كنت مرتكبا نثما فقد رجعت نفسي وتابت إلى الغفار بالندم فإن لي حسن ظن فيكم أبدا فحقيقوا بحق المصطفى العالم صلى الله عليه وسلم إن لم أكن مخلصا في حبكم فلقد شقيت فالحب فيكم أيروم كاتمي عشاكم أن ترد مناتا وجيلا بخوفي ولكم فل على الأممي الفصل عشر يا أكرم الآلي إني قد أتيت بما في نجاتك مثل الزهر في الأكمي وأن يخيب الذي قد جاء يمدحكم لله حبا لكم فالله ذو كرمي فإن والدكم بالعدن بشركم صلى الله عليه وسلم وستموا الناس في حسن وفي نعمي يا نفس كوني لأهل البيت مكرمة يكرمك ربي بإحسان لأجليمي لعل خالقنا من من مبدأنا يمن علينا بخير في ديارهم يا ربي أنت إله واحد صمد رب الوجود ورب البيت والحرم والطف إليه بنا في كل نازلة فأنت رب عظيم اللطف من قدمي يا ربي فارضى عن الصديق سيدنا حب النبي له العليا في الهمم صلى الله عليه وسلم في الغار كان مع المختار صاحبه له التقدم في الإسلام والكرم أثنى عليه إله العرش خالقنا خير الثناء فيا بشراه بالنعم واجعل رضاك على الفاروق سيدنا آب الفتوحات ذي بطش بذي صنم يفر إبليس اللقاه في طرق والجور والظلم من مرآه في عدم وحبه لرسول الله يعلنه صلى الله عليه وسلم لدى النبي على نفس على رحمي واجعل رضاك على عثمان سيدنا وجامع لكتاب الله بالقلم مجهز الجيش في أيام عسرتي وقائم الليل في الأسحار والظلم صهر النبي وذنورين كنية كذا الصبور على البلواء والغمم وعن علينا بالسبطين سيدنا نعم الإمام كمثل ليث فيها جميع وفي الجهاد له سيف له خطر أرض الأعادي وإلى الكفر والظلم وفاتح الباب مشهور بقوتي بخيبر فاجأ الكفار بالعالم اجعل رضاك على الزهراء سيدتي وعن بنيها وزد ربي بفضلهم والآل والصحب ثم التابعين ومن جاء لأجل حسين من بلادي ميم الجعفري وأتى بالمتح محتسبا في آل أحمد خير العرب والعجم صلى الله عليه وسلم يا رب فمن علينا بالرضا أبدا بالمصطفى وبأهل البيت والحرم واغفر إلهي لكل المسلمين ومن قد وحدوا خير توحيد بقلبهم وعم بالخير ابن إدريس أحمدنا المقتفى أبدا آثار جدهم وعن بني ومن وافى مجالسه مجالس النور فيها منبع الحكم مجالس النور فيها منبع الحكم واجعل رضاك عن الجد الذي اشتهر بحفظه لكتاب الله والحكم وعم دليه وعن آل الله اشتهروا واشتهروا من آل جعف لأشرف أولي كرم واختم بخير لنا عند الممات ولا تغضب علينا وجد بالعفو والنعم اللهم صلي وسلم وبارك على نبي محمد بعدد خلقك ورضا نفسك زلت عشرك من ذلك المات إلهي نجي من كل ذلك فأنتهي لهنا مولا الجميع وعبلي في مدية المستقرون واسقنتهم دفنهم بقيوا في لي ولوالدي والمشيخ المسلمين آمين